أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن وجود خلافات حول ترسيم العلامات الحدودية بين العراق والكويت ويأتي ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية بين البلدين خلال الأسبوعين الماضيين بشأن ترسيم الحدود وفي تصريح لها أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي التزام العراق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الجانب لا تزال مشكلة ترسيم العلامات الحدودية بين الكويت والعراق تلقي بظلالها على البلدين فبعد التظاهرات التي شهدتها المنطقة الحدودية بين العراق والكويت على مدى الأسبوعين الماضيين والتي قام بها أهالي أم قصر احتجاجا على بناء الأنبوب الفاصل بين البلدين أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن وجود خلافات بشأن ترسيم العلامات الحدودية بين البلدين لا سيما بعد تظاهر العشرات من أهالي أم قصر المحاذية للكويت احتجاجا على استقطاع أراضي يملكونها وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن الخلافات تنحصر في عدد من الدعامات الحدودية التي شكلت أزمة خلال الأيام القليلة الماضية بين أهالي مدينة أم قصر واللجان الفنية المعنية بترسيم الحدود بين العراق والكويت وحول إجراءات الحكومة العراقية أشار عباوي إلى أن الحكومتين العراقية والكويتية اتفقتا على تعويض المواطنين من خلال صندوق تم اعتماده في الأمم المتحدة يتم إداء مبالغ التعويض فيه من قبل البلدين معلنا أن العراق سيقوم ببناء مدينة سكانية بديلة للأهالي الذين سيتم هدم منازلهم أو مصادرة مزارئهم كما لفت إلى أن التظاهرات الشعبية الرفضة جاءت بعد تأخير موضوع التعويضات وتخصيص أراضي بديلة لعوائلهم وهو الأمر الذي طالبوا بتحقيقه على أرض الواقع وليس من خلال وعود لا تتحقق ولم يخفي وكيل الخارجية العراقية وجود شعور بالغبن لدى العراقيين وأن أراضي عراقية قد استقطعت موضحا أنه رغم صعوبة وتعقيد ملف إعادة ترسيم الحدود إلا أن العراق ملتزم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة سيما تلك التي تساعد العراق على الخروج من طائلة البند السابع